اشتركوا في القناة ربي يحفظنا شاء الله ويحفظكم ويجعل الامتحان برداً وسلاماً على قلوب أبنائنا وأولادنا اللهم اجعل امتحاناً برداً وسلاماً على قلوبهم اللهم اذكرهم نسوا وعلمهم جهلوا واجعلهم من الناجحين يا رب العالمين من أراد بهم خير اللهم وفقه يا الله لكل خير ومن أراد بهم شر أو أراد لهم شر أو أرادتهم شر اللهم صب الشر على رأسه واكسر له شوكته وجمد له الدم في عرقه ولهيه في نفسه برحمتك نستعين يا رب العالمين اللهم اجعلهم يفتاح الخير في هذه الأمة يا رب العالمين آمين 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 وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعوا بإحسان إلى يوم الدين وبعد إخواني المشاهدين ما زلت مع قضية الصراحة ما بين الزوجين وقلنا من بين الأمور اللي تفركت العائلة وتدي حتى للطلاق والعياذ بالله وقلت بعض الناس يعني ماذا بيا ننصحهم وننصحهم وخاصة خاصة أهل البيت منحب حتى واحد يكون كوباب أو يوجهه له صبع الاتهام ويقوله تسبب اطلاقنا ولا التالي يكتدنا في النش ولا تلي ديتها مورايا ولا تلي ديتها مورايا وهذه قلتها بكل صراحة مع كل احترامتي هذا الميثاق الغالي اللي ربي سبحانه وتعالى جعله في العائلة زواج ميثاقا غاليظ لذلك هذا الميثاق ماذا بيا حتى واحد من يلحق له ويفسخوا ويكون سبب في فسخ التاعو لأنه كاين أسباب عديدة منهم تهمى شاهدت الزور اكذب السح الحسد الغيرة النش على بالكم العيوذ بالله لذلك كان بزاف ناس نسبة يعني نسبة تطلاق رأي تطلع في الأمة التانا وخاصة في بلادنا سبحان الله ما يشرفش ما يشرفش بس كوي قلت إلا حبي تضرب أمة بك كميليها واش تدير بلق ما بين المرأة وراجلها وهزأ الأستاذ ونحي الاحترام للإيماء يقولي إيماء في المسجد مش محترم يأمر بالمعروف ينهي على المنكر يضحكوا عليه ويستهزوا به ويسيدوا الشنوه ورانا نشوفوها يعني كين بزاف فيتنها هي كاقيطة على الليل المظلم لا يسترناه وخلاص ربي يحفظنا إن شاء الله من كل السبب في هذا الفيتنها دي لذلك قلت كين أسرار ما بين الزوجين وماذا به الإنسان ينصح ينصح باش تكون كينة واحد الحكمة بين الزوجين يعني يكون من بناتهم إذا كانت شتي روحك نضريتي ولا العجوزة ظراتك ولا لوسك ظرك ولا شيخ ظرك روحي بحكمة يعني بحكمة يعني حاولي كذا تتفاميه والزوج تعريب بحكمة مش يتراحي يقول باباك باباك ما كاشي يقبلها باباك وما كاشي يقبلها على ماما وفي بعض الأحيان ما كاشي يقبل قائلا لعيالته لذلك الإنسان يجب يكون حكيم وش معنة الحكمة الحكمة وش معنة معنة الحكمة الحكمة وضع الشي في محله نقولوا هذا الإنسان حكيم يعني يقصدوه الناس باش يطيلهم حلول يطيلهم ينورهم يوري لهم يفهمهم يبسط لهم أمور يلحق لهم رسائل بطريق الحكمة وعلى ذلك يقول هذا الإنسان حكيم وحد الإنسان حكيم جاء إنسان قالوا يا حكيم أسألك بالله عليك كيفاش نعرف عيوبي أنا عندي عيوب ودفهم يشوفهاش وعلى ذلك الإنسان يأخذ من باب القياس المؤمن مرآته أخيه علش المرأة واسمها المرأة بعض الجيات ما يقول لكش زوجة ولا يقول لك كذا يقول لك عندي المرأة عندي المرأة مع أنت المرأة هي مرآة الرجل لذلك هذا الإنسان مش عند أحدهم سأله قالوا يا حكيم كيف علي أن أعرف وأتعرف على عيوبي واش قالوا قالوا روح للزوجة التاعك فهموا هم ليه قالوا روح للزوجة التاعك وخبرها بكاشعيب معيوبها قلها كاشعيب فيها قالوا فسوف تخبرك بعيبك وعيب أهلك وعيب أصحابك وعيب جيرانك وعيب أحد الدول أو معظم بعض الدول المجاورة لدولتك هذه المرأة روح خلط فيها وقول لك لك حاب تعرف عيبك ولك حاب تعرف أنواع العيوب اللي فيك روح قول للزوجات التاعك يعني لزوجة المرأة التاعك قلها ولعيب اللي كشبته فيك وتوريلك واش قالوا العيوب اللي فيك والعيوب اللي في أهلك والعيوب اللي في أصحابك والعيوب اللي في جيرانك والعيوب اللي في بعض الدول المجاويرة سبحان الله المرأة أسبع راقد غير ما كان لا تخلط فيه لذلك بزاف ناس ما يعرفوش قيمتها وعلي يقول لك خير مرأة وشر مرأة لذلك بزاف اللي ربحوا بنساهم إلا تخلت كاش دار وشتها بيا إيكيبي ما شاء الله عرض بللي هذيك المرأة هيلو تبكي على دارها تخمل دارها تحب دارها تشور دارها تدير الإيكونامي تعطيها تشري خمس خبزات هي تشريها بها وتخبي حق خبزة على سبع عشر تشري ليزار تعبونك تشري ليستورها لكتاعة التواقي سافي جان بليزير وكاين ديار لايسترنا تدخل لهم يتحفهم الفار يتفلق الفار الفار يتحفهم يتفلق مخروبة ما في أولو من ايه إيباع بروبلمية مرأة سمحوا لي المرأة قال لك الزهر خرج الزانقاء يمشي شافوه سو جنساء بدأوا يجري مولا انتباه لهم باللي هذا الزهر يجريهم مولا بدأ يجري 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 هما يجري هو يجري هما يجري يجري شادير تدخل واحدة الدار تعمرها هيلة مضيفة مخابخ مقية مرتبة ادخل ما صبش وينه يتخبى اييي دوري 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 دور وينه يتخبى ما كاش كيفه شادير عاود دخلج اهرب لحد المرأة تجي لانها الله يسترنا دور مخروبة معفونا فيها المشاكيل كادا كلا تخبلتما يحوسوا عليه حوسوا عليه حوسوا عليه ما صابوش في الدار هذيك تعمرها نظيفة ما صابوش حوسوا في كل كوان كلش مربي كلش مقدب دون لارض ما صابوش يبعو رح يحوسوا عليه في الدار هذيك اللي ماشي بيا تخبى عندها وحذيك بزاف ناس هيلين ما شاء الله ما عندهمشو تظهر وناس غرضة عندهم مظهر باش من جيناش الحاسد عليك بزاف الناس يقول لك أنا سمعتها وشبتها يقول لك شاشو شو كيفه شو كيفه شو كيفه كذا وعنده 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 كاعتنه احنا لعدنا الكفاءة هذي ما عدناش كلشي وهو ما عنده شكذا وعنده وكذا يعني نوع من الحاسد قلتها لك في الحكاية تالي ما عندوش لسنان نهضرها هيك الهضرات ما عندوش لسنان وربية الحملة ما عندوش لسنان وقلتها بطريقة هزلية ديناميكية باش يلحقوا هذه الرسالة نعود نرجع للموضوع التاني باش مروح بزاف فايد بزاف لاذا لي كان قلت المرأة الى ما صارحتش راجلها بواحد الحكمة وبواحد الطريقة راح تنخرب دارها خشكين بعض الناس عندهم الكيميل يا كيميل ومع ذيكا جيم ديبخيسيان كي جيم ديبخيسيان ويديبخيميو وجيهم هذيك الهيوجة ويخربوا دارهم يقول لك هي ثاني ما تصبرش هي ثاني الدقق في الأمور هي ثاني هذا الراجل ما وش مقطوع من الصجرة عارفة باللي عندو يماه وعندوخيات ونهار الول على قبلت ايشي ما قبلتش قبلت كسح ما كانتش الظن السوء فيهم لذلك كل واحد فينا ما يعلمش الغيب واشقارة سلم لو كل واحد فيكم معلم الغيب او كما قال لا استكثرتم هنا الخير لكن لا الاسف حنا ما يستكثروا مشا عندهم منش عندهم فرحة كيشوفوا مرة خربت دارها قولها خربت دارها كذا يبدوا يضحكوا عليها تي ثاني بعدها ما فقتيش عينك ويكانوا محق ويكان الراجل كذا اليمات كذا وكذا يسمى هذا الامور ما ناش نعاونه للخير لذلك احنا ننصحو الناس خياتنا المؤمنت اللي عندو معروسة ولا يتعلوا فيها ريختهم عند ربي تعياي وتروحي تيا وتخليها امانة في داركم هي اللي تكفل بيمك هي اللي تكفل بابك هي اللي تحلكم الدار في العيد هي ليت المناسبات بس هي مرتخوكم الله غالب على يخوكم ما سابش سكنة راي مشكلة الجامع اظل هو مسكين له غالب ما سابش وكان ساب رو كان دار دار ولكن لا الاسف عندو بيت في الدار ويزيدو خياتو يا حقراح ويزيدو خوتو يا حقراح ويبدو يديرو في النش باش يخربوا دارو وممكن عندو زوجو ولاد ولا عندو تثل ولاد ولا عندو ربع ولاد واش عندو عندو الله اعلم لذلك كانت تصيب هذه المشكل راهو بداء سادير لا لا يسترنا ولا تشعل لا موضة في المجتمع اااا تصيبه كبير مهموم يا ودي دارو خربت وزاد تزوجه وزاد وخربوا دارو وزاد تزوجه وزاد خربوا دارو سبحان الله هذا ما ينضعرش يقعد غير يخرب في الديار لا لا لذلك كما هذا زمش تكوني سبا يا اختي ولا يا اخو يا فاش هذا الراجل طلق مرتو انت السبا حقا حقا لوسها وقف لها عظم قالوا قاسا من بين لو ما تطلقاش مازي تدخل الدار دوك هذا الطفل بلك يحشم بلك عندو مستوى ما يسمع لوش المستوى التاويهين روحوا ويهبط من نيفو قاعد للخاعة يقول لي كنشاف اكرم الله ليجي يمسح رجليه هكذا لذا كان يسأل الله ان يجعلنا سبا تاخير انا ماذا بيا نكون سبا تاخير لعل هذا المرأة العروسة بتاعنا هذه تشت فيها قدام ربي عز وجل قلوا يا ربي قهانوني إلا لوسي هذا يا ربي يا ربي ارزقوا بالجنة يا ربي دخلوا للجنة بس بابه وكان ينصحني وكان كذا اللي شديت في داري ماخرش بداري ومغضبت علي يا ربي باسكوا وابغض الحلال عند الله التلاق خاش نجي الباب هذا ان شاء الله ونفسره لكم لذلك ننصحكم انكم ما تكونوا سبا تاخراب عائلة وتكونوا توم السبا وبارك الله فيكم وربي يرزقنا الثابات وبارك الله فيكم سلام عليكم اشتركوا في القناة